السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و شلونكم شباب شعلا بخير شباب اليوم جبت لكم شلون تسوي نسختي من التطبيقات بالجهاز نفسي وتقدر تسنسخها اكثر من مرة على حسب لي اجبك طبعا تقدر حتى تفتح حسابين في كلاش او كلانس طبعا خلنا شوفكم كلاش او كلانس بس هاي النسخة الوحيدة بالجهاز اكو غيرها ما اكو ما اكو غيرها طبعا اللي تحتاج البرنامج او اللابل التترتزاخ مثبت علي جهازك ويكون عندك نسخة منها من الملفات بالثاني عندي نسخة به من الملفات باعف هاي النسخة بس خلنا شوفكم يعني قولي تثبيت فوق اهي يعني مو تثبيت جديد عبالكم باعف بس شوية نسخة جديدة طبعا طريقة كلس كلس سهلة ما رح تحتاج بسها البرنامج اسمه محرر ابيكي هو ابيكي اندر ان شاء الله اعطكم رابطة بالوصف بالما تحملو تدخلون علي طبعا طبعا نحطها نحطها بذاكرة داخلي الجهاز بالداولود كما تلاحظون ضل دايس علي تقول له تنسخ طبعا انا ما رح تنسخة بالداولود على التنسخة يتشبه الواجهة الرئيسية ها اقول له حسنا هنا اهم خطوة طبعا اذا قلت له حسنا هسا قبلا تقول له حسنا التطبيق واحد ثبتك انما مستنسخة عادي كانما يعني كنت ما سوت اي شي ما رح تنسخة تروح هنا على الكتابة ما رح تعدل تمشي الى هنا اللى هنا انا حدك امسح هاي الكلمة اوكي يبقى يوتي قل له حسنا انتظر لما يكملها العداد شوية لما يصل الى 601 شوية شوية بجمال شوية 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 نحن انتظروا انتو ماليكم بس انتظروا هو يطلقكم من واحده شوية شوية تحترون تفتع بيه نسختين اكثر من حسا طبعا مو بس كلها شوف كلام تقدر اي برنامج تفتع بيه مثل فيسبوك فايبار اي اي شي مو مجرد انه تقدر بتعمل نسخة واحدة او نسختين وبس ويقف له هاي تقدر تعمل منه اي شكل ما تريد منه النسخ اثمه عشرة اثمه عميه اي شكل ما عجبك تقدر تساو بيه طبس شوي قامش سريع طبعا طبعا فكرة كلش حلوة اوه اكون ناس يعني يددون هاي الفكرة وما قاعد يلقوها فقلت شفتها طريقة قلت خلنا يشوف ارفعتكم ايها احسن ساورة حاولة شفتها شفتها شاورة حاولة تتقدر شوية حسنا اخرج من البرنامج خلاص شغلنا في هذا البرنامج حسنا تذهب تذهب على ملفاتي كل ملفاتي انت ونحط حسنا نسخها نحطها بالذاكرة الداخلي للجهاز هذا هو حسنا نسخنا لا تدخل عليه سوف تقوم بالذي سوف تضطر قليلا ثم سوف اقوم بحقية نسخة سوف نرى في الداونلود بعد نفس هذه النسخة القديمة انا سوف اثبت من فوق جديدة ثم سوف اثبت من فوق جديدة نسخة تفزح جديدة سوف أقوم بالغالية ثبت فوقي جديدة سوف أثبتها الآن سوف نقوم بالطريقة ثبتها طبعا برنامج ستصور شاشة حتى تثق الجهازي لا أعرف ليش هو ثقيل حال طبعا أعذروني تثبيت طريقة كل سهلة ومسعبة ومسعبة طبعا تذلوني خاف تطور شي الفيديو وياكم استعملوني ونرى برنامج ثقيل الجهاز لا تصور شاشة مشني طبعا ثبت نعم 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 اشتركوا نسختين من البرنامج او او اشتركوا برنامج سموها نسخة باع هذه النسخة هذه النسخة ثبتناها و هذه النسخة ماتي شفتو اتنين اتنين هذا انا هذه الزبتتها الجديدة هذه الزبتتها و هذه المقديمة اتنين اتنين شفتو كيف حدث الطريقة طبعا الطريقة كلها سهلة كما قلت لكم طبعا اللين هنا وصلنا على هذا الفيديو طبعا لا تنسوا الايك لا تنسوا الايك لا تنسوا الايك لا تنسوا الاشتراك اذا ما كنتم مشتركين نلقا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة